السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير أهلا بحضرتكم ولقاء يتجدد وعيشها صح الحياة فيها مشاكل وفيها مطباط بتقابل الواحد لكن الإيمان الثقة في الله التوكل على الله والاعتماد على الله مهم جدا أن الواحد يتغلب على أي مشكلة بتقابله كثير مننا ممكن يتأخر في أمر الزواج أو في أمر العمل أو في أمر السعادة أو في أمر السكن أو في أي أمر من أمور حياته فتلاقيه بياركن إلى أنه مسحور البنت لسه ما تجاوزتش فيبقى معمول لها عمل فبنحاول إن إحنا في عيشها صح إن إحنا نتكلم عن الحاجات دي كلها ونستعين بالله ونشوف إيه الصح ونعمله علشان في الأول وفي الآخر إحنا بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى باللي أمرنا به فأول الحلقة كده خلوني أرحب بالضيف الدائب معايا الشيخ صالح سعد زيك شو صالح أسأل الله أن يجعل لنا ولك من اسمك الأول والثاني نصيب كبير في الدنيا والآخر صالح يكون عملنا صالح وسعد نسعد في الدنيا والآخر شيخنا السحر حقيقة ولا خيال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمين كثيرا قول الجمهورة شيخنا أن السحر حقيقة مالك وأحمد والشافعين قولوا أن السحر حقيقة السحر حقيقة يقع 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 وتتم به بقدر الله أولا ثم بالسحر الأمراض والابتلاءة بقدر الله ربنا قال في سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله بقدر الله سبحانه وتعالى يبقى أول قدر الله ثم أثر السحر يبقى قول الجمهور أن السحر حقيقة وقول أبو حنيف عليه رحمه الله أن السحر تخيل عندنا قولا أن هو حقيقة قول الجمهور أبو حنيف عليه رحمه الله قال السحر تخيل جاء ابن قيل عليه الرحمة الله وقال السحر سحران حقيقة وتخيل إزاي؟ إزاي؟ بعض الناس تحضر له خيالات يقول لك أنا بشوف بشوف حاجة ممكن يشوف خيال بيعد من قدامه ده بيبقى حقيقي؟ أحيانا حقيقة وأحيانا تخيل إزاي حقيقة؟ أقول لحضرتك لو أن البيت فيه عمار من الجن أو خادم سحر هذا الخادم يحاول أن يشغل الإنسان بماذا؟ يصنع صوتا وأحيانا ينادي على الشخص باسمه ولا يوجد في البيت غير الشخص بيحدث هذا مع عدد كبير من الناس سواء بالخيالات ممكن يرى أن أحد مرة من أمامه أو من خلفه أو وراء ظهره الشيخنا ربنا الكلام ده أنا كأحمد بحس أن فيه تعارض مع قول الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم هناك أمر التخيل والتشكل في قصة سيدنا موسى قال الله عز وجل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى إذن هناك تخيل هذا الدليل الذي استند عليه أبو حنيف عليه رحمة الله لكن لعل الآية تقصد أنه ما ينفعش الواحد يشوف الشيطان أو الجن يراه عندما يتشكل والدليل حديث سيدنا أبو هريرة عندما وقال الله عليه الصلاة والسلام على مال الصدقة ورأى رجل يأخذ من مال الصدقة يتشكل هو الجن بيتشكل نعم تشكل في شكل رجل بيتشكل بصور إيه تشكل في صورة رجل وظهر لسيدنا أبو هريرة وحاول أن يأخذ من مال الصدقة تشكل النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك مشعل من نار وحاول أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم تشكل الجن بصلى الله عليه وسلم ومر من أمانه بصلى الله عليه وسلم وهو في القبلة حتى خنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى سال لعاب الجن على يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو برض لعاب الجن فالجن بيتشكل بيتشكل في شكل الإنس وأحياناً في شكل القطط والكلاب والحيوانات وكثيراً من الناس يرى في أحلامها أنه يرى جمل أو بقرة أو قطط أو كلاب أو ثعبين ومدير صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن الجن ثلاثة أصناف منهم الثعبين والحيات ومنهم من يطيرون قال عفريتو من الجن أأتيك به أنا أأتيك به قبل أن تقوم مقام هذا النوع من الجن يستخدمه كثيراً من الصحرة الجن الطيار وهذا من أصعب أنواع الجن لأنه لا يمكت في الجسد فإحنا عندنا تخيل وعندنا حقيقة وعندنا تشكيل الجن بيتشكل نعم تشكل للبي صلى الله عليه وسلم وتشكل لسيدنا أوه هريرة فهو يتشكل في شكل إنس وفي شكل بعض الحيوانات وحنام في شكل الشجر عايزة أرجع معاك لحتة أنت واجتها كده فضل شك قلت عبارة عمار البيت من الجن ماذا تقصد بهذه الأمر؟ لكل مكان عمار من الجن يسكنون هذا المكان بيوتنا كلنا؟ بيوتنا كلنا فيها كل البيوت فيها أمور لكن قد يكون عمر المكان بعقيدة مختلفة عن الإنس فتظهر بعض المشاكل شغل القرآن هذا الجن غير مسلم يبدأ يحصل كوابيس تبدأ تحصل أحلام تبدأ تحصل مشاكل كثيرة في البيت بعد فترة أهل البيت لو وضبوا على صلوات والأذكار وقراءة القرآن وخصوصا سورة البقرة لأن حديث البقرة جميلة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وفي رواية غير فالنفير نعم يفر تحرّب سرعة نعم يفر وفي رواية وفي رواية أن الشيطان ينفر من البيت القرآن فيه سورة البقرة فيه رواية سلاسه أيام في رواية ينفر وفي رواية ثلاثه أيام وفي رواية البقرة أخذها صح خذني براحك ت author of the nations الله يبيه خطرful قول آمين يا رب الله مغفر لي ولك ولمشاهدين آمين آمين أنت بتقول لي أن البيت ممكن يكون فيه عمار طيب كيف أخرج هؤلاء العمار من البيت بذكر الله عز وجل زي ما حضيك قلت دلوقتي بسورة البقرة تكفي بإذن الله تكفي نعم تطرد هؤلاء بإذن الله يخرج العمار من البيت بإذن الله طيب هل ورد مثلا دعاء معين يقال أو قسم معين يقال لإخراج هؤلاء العمار ورد في عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه ينذر الجن ثلاث مرات قال نبي صلى الله عليه وسلم أن لكم أخوة من الجن أسلموا في المدينة صلى الله عليه وسلم كان يسعد يقول هذا للصحابة فقال إن رأيتموهم فأنذروهم لو إنسان في نراء حية في بيته أو ثعبان فمن السن أن ينذره ثلاثا بالتأكيد بيبقى فيه في القرى والكفور والنجوع وبالذات الناس أهلين اللي عندهم بيوت في أراضي زراعية أو في أطراف أراضي زراعية وكتلاقي في البيت ثعبان أو حية فهذا ممكن يكون من الجن قد يكون ثعبان على الحقيقة وقد يكون من الجن قد يكون على الحقيقة يتشكل في البيت كيف أتصرف في هذا الأمر؟ ينذره أولا ينذره أولا كم يوم؟ بالخروج ثلاثة أيام أو ثلاثة مرات أو ثلاثة مرات إن لم يخرج في أقتله إن لم يخرج؟ في أقتله فهو ثعبان ثعبان؟ نعم يقتله يعني إن أنذره ولم يخرج؟ يقتله نعم نعم وإن كان جن متشكل في شكل ثربان وقتل يقتل على الحقيقة يقتل على الحقيقة؟ يقتل على الحقيقة الجن على الحقيقة لو تشكل في شكل حيوان وقتل على الحيوان يقتل الجن فيه بعض الخدام السحر بيقول للناس أنا هرميك من من فوق العمارة أو من السيارة يعني بعض الناس يصدق هذا الكلام هو متشكل هو متلبس في الجسد كيف يرمي الجسد؟ إزاي تخلص من الجسد؟ هو أصلا متشاكي هو داخل الجسد بعض الجن يقول الناس كده أنا هرميك من فوق هرميك من البلكونة هو متلبس به متلبس بالجسد فهذا الكلام غير حقيقي يعني يجري مثلا عن البلكونة أو حاول يقفض من البلكونة أو بيضغط عليه نفسيا بالضبط بيضغط نفسيا والناس بتبدأ تخشى أنه هو فعلا هنتحر ده بينتحر ومش هنتحر عن حاجة لو تركه لن يفعل لن يفعل لن يفعل بتجربة في حالات كثيرة لن يفعل بس في حالات بتنتحر فعلا بتبقى مريضة مش كده؟ هذا مريض نفسي مريض؟ هذا مريض لكن الجن لا يصل بالإنسان إلى الانتحر صعب جدا 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 يا أخي بحر عميق الكلام في الباب ده يا شيخ صالح الله يغفر لي ولك يا أخي آمين آمين أخي في لي ولك ولي إخوانينا أخواتنا آمين آمين طيب إحنا كده عرفنا الخدام اللي هم ممكن يكون العمار نعم وأنا هقف معاك في خادم السحر شوية بس عمار البيت دول لإنه ممكن حد يتصل بيقول لي أنا بحس إن البيت في حاجة بتتغير من مكانه نعم أنا بحط الحاجة هنا بروح لقاف مكان تاني هذه قضية أخرى إشرح هذه قضية أخرى إشرح الجن إن كان من عمار المكان لا يستطيع أن ينقل شيء من مكانه وخصوصا إذا ذكر عليه اسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان اللي يفتحوا بابا مغلق والعالماء أختلفوا ذكر عليه اسم الله أغلق فقط قد يفتحه الجن لكن أغلق مع البسملة لم يستطع الجن فتح هذا الباب القضية المهمة التي أثرت من عشرات المرات والكلام فيها لا ينقطع هل الجن يسرق؟ كثيرة من أهل العلم عندما يسأل عندما يسأل هل يسرق الجن؟ يقول لا يسرق ما الدليل سرق من سيدنا أبو هرير الجن وتشكل لم يكتمل لم تكتمل السرقة أخذ وانتهى يا أخي أنا عند البيت بتسرق من البيت وتطلع تقولك الجن اللي سرق هذا يارد هذا وارد لكن عندنا قضية تانية الجن المتلبس بالجسد أحياناً يغيبه عن الوعي أحياناً الإنسان يتصرف تصرفات وتسأله عنه أقولك لم أفعل بس كده الكلام ده نحنا قلناه عم الشيخ صالح ممكن أي حد يطلع يقولك البيت دي مسحورة سيبه أصنعها مسحورة لا لا الكلام فيه تفصيلة شخصة حضرتك اسأل أي راقي كثيراً من هذا يحدث المال بيسرق من مكان يوضع في مكان آخر يوضع فيه المسألة عايزة حد متمرس لا المسألة عايزة حد متمرس يا شخص لكن قضية يسرق الجن نعم يسرق وسرق مسيدنا أبو هريرة ممكن نقول السرق مسيدنا أبو هريرة المكان كان مفتور مش مغلق أرد عليك بحاجة طب ما احنا عايزين دولارات ممكن واحد ساحر هذا باب مغلق هذا باب مغلق ويروح يسرق لنا من شوية البنوك برا شوية فلوس ويجيبه عشان يفعل هذا الساحر يبقى الشخص نفسه جوهجن الجن يغيب الشخص عن الوعي ويتحرك هو للسرق إذن مين سرق؟ وتحسب قضية أو الثاني يسجن لكن الجن بنفسه بنفسه لا يسرق هو داخل جسد يحرك الجسد كثيرا من المشاكل يا شيخنا اللي أخت تقول الزوج طلقني ولها مش هطلق نيجي نورة فقعد تتكلم أنا مقولتش طلقني يعني بعض الناس تقول كلام تجي عند المواجهة أنا لم أقل هذا ولم أفعل وهو الذي فعل لكن في حالات حضور الجن يا شيخنا أنواع منها حضور كلي يعني حضور كلي يا شيخنا يعني الجن بيغيب الإنسان عن الوعي تماما تماما طيب يغيب الإنسان عن الوعي يفعل أشياء في هذه الفترة هذه الفترة في اللاوعي الجن حاضر على الشخص حضور كلي تصرف تصرفات معينة هذه التصرفات في اللاوعي بعد فترة حالك تسأله لم أفعل لم أصنع شيئا وهو الذي فعله لكن الجن متلبس بيه الله ما حفظنا يا رب ده بيحسب كثيرا من شك حلل ما هو ده ذكر الله يا عز وجل الله آه هاش تفهمتيني أن الجن كجن لا يسرق؟ بنفسه؟ لا كيف بيسرق؟ باب ده لو تفتح فيه ناس كتيرا هتستهبل فيها عشي صالح لا يا شيخنا الأمر فيه ضوابط الأمر فيه ضوابط يعني هدلوقتي باب مغلق باب مغلق باب مغلق وذكر عليه اسم الله ماشي يفتحه الجن؟ لا يفتحه الجن معظم السرقات اللي بيتم في بيوت اللي بيتم بسببها انفصال وطلاق ومشاكل كثيرة جدا قد يكون السبب فيها الجن مش شرط يكون الإنس هو السارق هذا محتاج حد متمرس بعض المشيخ الرقاء أصلاً يحفظه بارك فيه كان يقرأ في كتاب عن المس وقرأ جملة يقول الشيطان للشيطان مسني الإنس فالشيخ استغرب الجنجة العكس المفروض العكس ان ليمس الإنس الجن الشيطان بيقول لي شيطان مثله مسني الإنس قال بما؟ قال بذكر الله الله أكبر يعني مجرد الإنسان ما يذكر الله عز وجل يخنس الشيطان وقال له مساء الله سلام الحائل بن أعين الجن وعوراب بن أدم البسملة لذلك شر علينا مساء الله سلام البسملة أثناء دخول الخلاء فالبسملة بتعمل الجن انت قلت لي أنه السحر والبتاعدة بتبقى حالة نفسية كتير؟ نعم حالة نفسية كتيرة دهور العسل وعسل النحل الطبيعي نعم في تهدئة النفس أنا قرأت بحث مطول جدا تفضل عن أنه الأمراض اللي بيعالجها العسل كتير جدا زي تفضل التوتر نعم والقلق نعم فكل الواحد كان متوتر العسل بيساعد على الهدوء الهدوء والخروج من حالة التوتر إلى حالة الهدوء والسكينة نعم دور بقى العسل في التخلص من السحر ده والحاجات دي والمشاكل دي خاصة أن الطب الطب شحنة نعم الطب أثبت أنه فيه أمراض كتيرة جدا من بينها العسل بيعالجها التوتر نعم السحر المأكول قد يخرج بالعسل بإذن الله هذا أمس عنده رقي أمس نحن فيه سحر مأكول نعم وفيه سحر مشروب نعم السحر المأكول هذا في البطن نعم طيب العسل قد يكون سبب نعم خروج السحر سواء بالتخيؤ هو المسحور بحاجة أكلها لو أكل عسل أو لو رقية وقرئة الرقية على العسل مثلا أو ما شابه ذلك وشربه نعم وقاء المسحور هذا السحر نعم بيبرأ منه؟ يبرأ بإذن الله بشرة؟ أمس والله شيخنا أمس كنت في رقية لأخت تقياءة السحر لا إله إلا الله أمس بعد الرقية وبعد أن تناولت العسل بفضل الله بفضل الله تقياءة السحر بفضل الله الله أكبر بفضل الله تقريبا يعني وقالها فترة طويلة أصلا الله أن يعافيه وقع في مرض المسلم يا رب واجعل ابتلا في مزان حسنة طيب أنت قلت لي أنه هو بفضل الله سبحانه وتعالى الصدق الله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان طيب فيه شفاء للناس سبحان الآية دي غريبة يا أخي ما قالش فيه شفاء للمؤمنين نعم أخنا في القرآن نعم بخلال القرآن نعم يعني حتى الطب عند غير المسلمين بيهتموا جدا جدا بالعسل النحل الطبيعي نعم إنه العسل كتير فيه مجاله فيه غش كتير جدا جدا طيب عسل النحل ودوره في الشفاء وانت بتقول لي قدام عينك انت رأيت هذا بعينك نعم فبتقول لي إنه الأمر ده شفت إن ست قائت بعد ما قرئ عليها الرقيا وشربت العسل فقاءت السحر نعم وشربت ماء زمزم يعني الثلاثة الرقيا وزمزم والعسل تقيقة السحر في الحال تفضل الله طيب إيه علامات المسحور بحاجة أكلها؟ ألام البطن الكسل الخمول تغير المزايا آه برضو بتلف برضو بتلف على تعارف إن العسل منشط قوي جدا لدورة دموية وكون الواحد خملان يبقى الدورة الدموية عنده فيها ايه فيها كسل فالنشاط بيتجدد وبيشتغل كويس جدا من خلال العسل ده بالنسبة لي العلامات للمسحور بحاجة هو أكلها أو شربها تقول لي انتفاخ في البطن نعم ألم تقلصات أحيانا مشاكل قولون مشاكل قولون نعم مشاكل في الإخراج في الحمام تقصر الله أكبر وارد ألم آخر الظهر الموازني المعدة ألم شديد جدا وهذا يعاني منه كل مصحور ألم أسفل الظهر أسفل الظهر يعاني منه كل مصحور كل مصحور دي علامة ثابتة علامة ثابتة آه آه يجد الألم ده في الظهر نعم طيب قلت لي ان هو تغير في المزاج نعم مزاجه متغير حيلا يغضب سرعة يغضب احنا قلنا ان العسل بيساعد على نعم نعم الهدوء من التوتر نعم طيب تجي لك واحدة تقول لك أنا كنت حامل نعم ثلاثة أربعة خمس ست سبع مرات نعم ويحصل إجهاض نعم ايه الحل إجهاض نزول للحمل وليش إجهاض يحصل نزول للحمل بينزل لوحده أحيانا يتسبع الجن في ذلك يسموه سحر الأرحان نعم ممكن يحصل نعم ممكن يحصل أحرك لو فتحت هذا الباب هت يعني أسئلة كثيرة آه أسئلة كثيرة في هذا تعرف أنه من الأمراض اللي العسل بيعليجها العقم نعم هذه حقيقة نعم العسل الأبيض الطبيعي اللي إن شاء الله ما فيهش غش نعم بيساعد على التخلص من العقم سواء للرجال أو للنساء نعم بإذن الله فبتقول لي بقى أنه الإجهاض في الحالة دي سحر الأرحان بيتخلص إن شاء الله بإيه نعم بيء الرخية نعم والدعاء نعم والذكر نعم والعسل وإن وجدها مأزمة فهذا خير نعم نعم طيب احنا تكلمنا عن العمار اللي موجودين في البيت نعم وحدك تكلمت كده في الكلام تكلم قلت لي خدام السحر نعم ماذا تقصد بهذه العبارة خادم السحر هو الجن الموكل من قبل الساحر لإذاء المصحور آه وده ممكن يحصل نعم يحدث كثيرا ما فيش مرة تهددت يا شيخ صالح نعم يحدث كثيرا بيهددك نعم ماذا تفعل نعم بنستعين باليوم توقف الله لا نتوقف لا نتوقف حدث مرة قديما أن أنا كنت في رقية وقال الجن بلسان الرجل أن ابنك في البلكون إن لم تتوقف ألقيت الولد مثل البلكون فماذا فعلت لم أتوقف بفضلة أكملت وكان في البلكون نعم 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 يا سبحانه صالح بس الله أخوالح أقول لك الحاجة شي صالح تفضيش تعرف أن السحرة غالبا ما يصاب في أنفسهم وفي أولادهم كل ساحر مصاب يا الله كل ساحر مصاب من الجن كل ساحر معه جن هو نفسه الشخص مصاب وخصوصا الذين يستعينون بالجن تجد الساحر يفقد ولده أو يفقد زوجته أو ربما فقدهم جميعا لا حول وقتين الله بالله شيخنا بعضهم يتصل لمعالجة أبنائه بعض السحرة نعم يتصل تبع من أنت في المجال يقول لك لا أستطيع والذين يستعينون بالجن يتصلون لمعالجة أبنائه تبع من أنت في المجال يقول لك لا أستطيع لا أستطيع نعم لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع نعم طيب في الحالات دي بيكون ايه السبب بقى السبب هو الجن الموجود في البيت سواء كان مع الساحر او الجن اللي هو يستخدمه فيه اذى النس الجن اللي هو بيستخدمه او الجن الموجود في جسد الانس لان الجن الموجود في جسد الانس له اثر على الزرية من الاول هو يرى الاطفال وهما صغار فتقع عين الجن على الاولاد يحسد في الطعام في الشرب في المأكل في المسكن في الزكاة في الانادات نعم الجن يحسد نعم الجن يحسد نعم نعم ورد عنه كانت تعوز من شرعون الانس والجن الله اكبر الله اكبر طح نعود الى خدام السحر نعم انا قلت لك انت بتخاف من هذا الامر لا خاف الحمد لله الحمد لله اقرب تهديد لك جالك انت لا هو هذا التهديد من سنوات والحمد لله لم يحصل تهديد لها فضل الله فضل الله هل الجن يعرف الراقي المتمكن من غيره نعم نعم كيف لطريقة الالاك هل الجن يخاف نعم يقينا يقينا يخاف طب هل يطلب منك السماح مثلا ليس من السنة او من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم انما يريد الشيطان نعم ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء نعم يا سبحانه ورحانه عندنا قاعدة كبيرة جدا في الإسلام تقول العبرة بعموم اللفظ نعم لا بخصوص نعم السبب نعم فالآية دي أصل أصيل ان الشيطان عايز نعم تقطيع العلاقة نعم بين الناس وبعضهم البعض نعم نعم طيب يبقى انت قلت لي من الأداب انه ليس من السنة انه التحدث مع الجن وانت حدث مهم لضرورة يكون شخص حازق راقي حازق فاهم نعم هذا بقى فتنة مهم فتنة يكذب كثيرا من الجن كثيرا كثيرا مهم يجب في الحالة دي انت بتوصي المبتدئين بتوصيهم بايه اللي يتعامل مع الجن مطلقا مهم هو يصحح عقيدة الانسان المصحور أولا قبل الرقية لأن هذا أمر مهم جدا مهم تصحيح العقيدة مهم لا يملك النافع الضر إلى الله عز وجل النافع الضر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَشْفَ لَهُوْا فَلَا كَشْفَ لَهُوْا سبحانه ممكن توصله لأي حد؟ أه بإذن الله إن شاء الله من خلال الاتصال إن شاء الله يبصل لأي حد بإذن الله من خلال أرقامك نعم من خلال في رقم خاص في رقم خاص بالعسل ده بتبعت لأي مكان يعني بإذن الله في أي مكان في مصر أو أي مكان في مصر بإذن الله تبعت يعني لأي مكان في مصر بإذن الله هذا سهل يعني إن شاء الله بإذن الله طيب أسيني أنا ساعدت بالحوار معك ألا يفرشح أزاك الله خير ويعني أنا تعلمت من حواري مع الشيخ صالح اللهم بارك يا رب واجعل هذا العمل خالصا بوجهك الكريم أشوفك على خير في حلقاتنا القادمة إن شاء الله وعيشها صح سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا الليلة إلى أنت أستفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله